السلام عليكم كده يرين لبس اليكم اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقة تحضير ديال الطنجية وغير الطنجرة ديال الطاقت وكادجي رائعة بزف والديدة اه فانتمنى يلعجكم في فيديو متسوش تخليل لي واحد اللايك وشيت علاقة فارتجوا مع عائلكم وحبابكم بسبب الطريقة تحتاج الكمية ديال الحم اللي متوفر عندكم فانا هنا استعملت لحم ديال المازي فانا تقدروا تنجيه حتى يعني بالدجاج مشي بترورة تديروها باللحم اللي متوفر عندكم طبيعة الحال فانا قدرت الكيمية ديال الحم وبنسبة العطرية غدي ندير هنا فصوص ديال الطومق اللي تومع كاكساينين يعني ما ديش نحكوه وبنسبة العطرية غدي ندير شوية ديال البزار هنا غدي ندير الكام والحبوب ونفس العطرية غدي نديروها مع الجج يعني نفس المقادير ونفس يعني العطرية مع الحم ولا مع الجج هنا درت القزبور حبوب مطحونين وغدي ندير نص حمضة مصيرة وغدي ندير واحد المكعب ديال كنور ديال السعفران فانا مطوفرش عندي الزفران الحور ذاك الشي اللي اشترد المضاية الزفران لاندكم الزفران الحور غدي نديروه مع الكاس ديال المة اللي غدي اضطيبه في الأخير هنا ضفت زيت الزيتن ضفت هنا الكاس ديال الآتي صغير فشوفوا انتم على حسن بلا عندكم اللحم يعني فيه شحمة بزا فهنا درت كاس ديال الماء ديال العنباء صافي داك الشي اللي غادي ندير ماداش نكتر بزا في البلول كاس ديال الماء باش غادي نتبلينا طنجية وغادي نسدع لها الصفارة وغادي نردها وغادي نديرها على عافية اللي مهيلة حيث اللحم باقي غادي تلقي الماء دياله ونخللوه تقريبا واحد خمسة واربعين دقيقة وهو باقي يطيب على عافية مهيلة وصافي من اللي كتحلوه اللي راكت القاول الحم ديالكم طايب طفينا من اللي حليت عليها لقتها طايبة مبقاش فيها الماء قد فاغيتك الزويتة ديالها وهناي غادي نحيدا نقدمها في الطبق ديال تقديم بالنسبة لديك التوما ودك الحمض المصير اللي درناره مبقاش بانوا فيها دابو على أكل لكم ما تديروش لملحة كتافي وغير بالحمض المصير باش ما تجيكمش طنجية ديالكم مالحة بزاف صافي هناك نقدمها بطبق ديال القديم كتجي لبناط رائعة بزاف والديدة والحمجة طايبة بزاف فانتمنى ان شاء الله تجربوه حتى انتم مورا غادي دعج بكم نفس الطريقة كما كتليكم هذي تديروها مع الجج يعني نفس العطريات ديالها مع الجج اللي درتوا بعل الحم هذي تديرها مع الجج كتجي لبناط الديدة بزاف فانتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم هذا كان فيديو ديال اليوم إليش كما تنسوش تخليولي واحد اللايك وشيط علي قطع ترجيه مع عائلتكم وحباكم وأقول لكم السلام عليكم إلى الفيديو جديد ان شاء الله وصفها جدد وفي امان الله